واعلم أيضا من علاجاتها أن تعلم أخي أن ليس كل مرزوق بالنعم سعيد ليس كل إنسان لديه رزق سعيد فإن بعض الناس شقي بالنعم التي عنده بعض الناس لديه ولد أولاد عنده مال لكن والله إنه في شقاء وفي عناء يا أخي ليس كل النعم الظاهرة على عباد الله أسعدتهم كم من مال زلزل صاحبه وعاش صاحبه في هم وغم وضيق لأنه غني فلو كان فقيرا لما كان هذا العناء عنده البعض عنده أبناء ما عذبه إلا أبناء فاعلم إذن أنك لربما تحسد بعض عباد الله على نعم هي في ظاهرها نعم وفي الحقيقة أنها نقم فاحمد الله على ما أعطاك ولا يتغير قلبك على إخوانك المؤمنين ارضى بما أعطاك الله واحمد الله على ما جعله من نعم جملت حياتك ودع الخلق لخالقهم اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك